حسنًا في هذا الفصل يبدأ المؤلف ستيفن نوبيلا بقوله في كتابه الأخير بعنوان التصميم العظيم ذكر ستيفن هوكين بأن الفلسفة ماتت وبرر هوكين استنتاجه بالقول إن الفلسفة تهتم بالأسئلة التي يبدأ صياغتها بكلبة عفوا وبرر هوكين استنتاجه بالقول أن الفلسفة تهتم بالأسئلة التي يبدأ صياغتها بكلمة لماذا يعني لماذا البحر يبدو كبيرا مثلا ولماذا الأرض تبدو مسطحة ولماذا وجدنا وهكذا بينما العلم يصيغ السؤال بكلمة كيف كيف يعمل الجهاز الفلاني كيف يعمل الكون كيف يعمل صبام القلب وهكذا ثم يضيف هوكين بقوله إن الفلسفة ظلوا على مشيهم الحديث ولم يتبكنوا من اللحاق بركب الحداثة العلمية فتأخر الفلسفة درجات عن علماء العلوم الطبيعية وبما أن اليوم الفيزياء الحديثة وعلم الكونيات والذي هو تخصص هوكينز طبعا واللب الموضوع في كتابه التصميم العظيم بما أن هذه العلوم وصلت إلى مرحلة صار بإمكانها الإجابة على الأسئلة التي تبدأ بلماذا بأفضل مما يستطيع الفلسفة الإجابة عليها طبعا إذن والحالة هذه تكون الحاجة إلى الفلسفة قد انتفت وهذه كانت حجة ستيفن هوكين طبعا هالكلام لم يعجب ستيفن نوفيلا فكتب في كتابه اللي إحنا محاضرتنا عنه اليوم يقول مع كل الاحترام للبروفيسور ستيفن هوكينغ وأنا جدا أحترمه طبعا هو اللي يقول وأنا جدا أحترمه بصفته عالم جليل وشخصيا قرأت كل كتبه وأحبها جميعا لكني أعتقد بأن نظرته تجاه الفلسفة وخصوصا بهذا الخصوص هي نظرة ضيقة بعض الشيء فحسب نوفيلا ستيفن هوكينغ تجاهل حقيقة أن العلم ممكن أن يتواجد فقط في حدود الإطار الفلسفي والفلسفة المبنية أصلا على العلم والذي بالضبط هو موضوع هذه المحاضرة أي بيان دور الفلسفة في تعريف الافتراضات والوسائل والحدود التي يعمل بها العلم وبمعنى آخر إن كنت تقوم بأي عمل علمي فأنت في الواقع تطبق الفلسفة وبهذه الطريقة يكون كل من العلم والفلسفة مكملين لبعضهم البعض كمناهج فكرية وعلي فقول أننا لا نحتاج للفلسفة عندما نمارس النشاط العلمي قد يكون له نتائج عكسية لأننا في الواقع نقوم بالأثنين معا في ذات الوقت وبنفس المنطق فالفلسفة يستفيدون أيضا من فهمهم للأساسيات في العلوم وإلا فالتفكير المعتمد على أن الفلسفة كعلم قائم بحد ذاته وغير متصل بالعلوم الطبيعية ممكن أن يتوه المفكر وهذا ما يحاول المؤلف أن يرينا إياه لاحقة في هذه المحاضرة وطبعا اللي شاف المناظرة الأخيرة لأحمد سامي وأكرم أعتقد كان اسمه أكرم سيشعر كيف أن أكرم بعد جدا عن يعني فرضياته كانت بعيدة جدا عن مواكبة العلوم أو الواقع والآن هل سألت نفسك يوما لماذا يعتبر العلم مهما في حياتنا العلم هو القاعدة الأساسية في أي تفكير يعتمد على التفكير النقدي العلم يمدنا بالوسائل التي تعيننا في اختبار اعتقاداتنا عن العالم الطبيعي حولنا يعني تعطينا الأجهزة وتلسكوب غاليليو اللي يغير وجه التاريخ وتعطينا وسائل تجريبية وسائل عملية وتعطينا الكثير والكثير من الوسائل أما قوة هذه الوسائل العلمية فهي تقمن في كونها شفافة أي لا تعتمد على الاعتقادات الشخصية أو على وساطات أو واسطات مجموعة ما ولا على العوامل الغيبية والاعتقادات الخرافية فالوسائل العلمية ووسائل حازمة بمعنى أنها شاملة ونظامية وكمية بحيث ممكن حساب نتائجها وهذه خاصية فكرية عالية المستوى وعالمية أي أنها لا تطبق على مجموعة مثلا من بشر دون غيره وبمعنى آخر هل تذكرون الفصول التي شرحنا بها عن نواقص البشر في خلق الصورة الصحيحة لواقع الحياة اليومية المعاشة هل تذكرون عندما سألتوني كيف ممكن أن نعوض عن هذه النواقص البشرية في طريقة التفكير والتصورات البشرية الناقصة أو الذاكرة المفبركة أو بغيظها من النواقص التي تحدثنا عنها في المحاضرات السابقة هل تذكرون عندما أجبتكم بأننا فقط بالتفكير النقدي نستطيع ذلك اليوم سوف نتطرق للعلم الذي هو نظام من الوسائل التي تعمل على تعويض البشر عن كل عيوبهم البشرية وكيف ممكن لهذه الوسائل أن تعيننا على التفكير النقدي السلي لكن قبل ذلك لنتحدث قليلا عن الفلسفة وخصوصا الفلسفة المعنية بالمنهج الذي يعني بالمعرفة أو ما يطلق عليه اسم أبيستومولوجي طبعا أنتوا اللي يسمع لي حسن البدري واللي يسمع لي أحمد سامي أكيد يعني أو حتى أحمد المهم هذول اللي يتكلمون بالفلسفة دائما يجيبون سيرة أبيستومولوجي فما هو الأبيستومولوجي؟ أبيستومولوجي يعني كتعريف هو علم المعرفة هو أبيستومولوجي علم المعرفة هذا العلم يبحث عن حقيقة المعرفة البشرية بحد ذاته أي كيف نحن نعرف ما نعرف وهو أيضا علم يبحث في الأمور التي بإمكان البشر أن يصلوا إلى معرفتها أو معرفة صفاتها حتى لو كانت بصورة نظرية وهو أيضا يبين الحدود لما يمكن للبشر أن يعرفوه ويناقش العلاقة بين الوسائل المستخدمة في الحصول على المعرفة والمعلومات التي نمتلكها وكل معارفنا أحد فروع علم الأبيستومولوجي يسمى الفلسفة الطبيعية أو البعض ممكن يسميه المذهب الواقعي وهذا الفرع من الفلسفة يعمل يدا بيد مع الوسائل العلمية أي أنه يشترط منذ البداية بأن كل النتائج والآثار المادية لابد أن يكون لها أسباب مادية وكلمة المادة هنا تعني كل ما يحوي عليه الكون وهذا لا يحد حدود المادة المايكروسكوبية أي أنها ممكن أن تكون أدنى من ما نراه تحت المايكروسكوب ولا تحده المادة بذاتها ككتل أي أنها تحوي أيضا على كل أنواع الطاقة بالإضافة إلى المادة المظلمة الافتراضية والطاقة المظلمة فهذه كلها تعتبر من الأشياء التي يتكون منها الكون بذاتها أما المنهج الطبيعي فهو المنهج الذي يتقيد بالقوانين الطبيعية أو بمعنى آخر المنهج الطبيعي لا يتعامل مع مثلا المعجزات أو الأمور الخارقة لقوانين الطبيعة أي لا يستخدم المعاجز كتفسير لنتيجة تجربة أو مشاهدة ما على سبيل المثال والفلسفة الطبيعية تتشابه مع المنهج الطبيعي أو العلمي لكنها تتخطاها بدرجة فهذه النظرة الفلسفية تفترض بأن الكون مادي والقوانين الطبيعية هي كل ما في الوجود بينما المنهج الطبيعي لا يتبنى هذا الاعتقاد المسبق أو هذه الفلسفة أي أن العلماء الطبيعيون يعني غير مجبورون على أي اعتقاد سواء كان إنكار أو قبول مسألة عدم وجود الماورائيا لأنه أمر لا يهم العالم الطبيعي عندما يقوم مثلا بعمله بالمختبر مثلا لكنه ومع ذلك متقيد باتباع الوسائل التي تفترض عدم وجود الماورائيا أو بمعنى آخر لا يمكننا بالمنهج الطبيعي أن نعتمد على الخوارق للطبيعة أو شيء عدا عن ما هو طبيعي ومادي وهنا أتذكر كثير من العلماء اللي يعني اللي يعملون نشاطات علمية من مثل القنيبي مثلا هو عندما يقوم بعمله في المختبر هو متدين وهو يدخل الماورائيات في أفقاره لكن عندما يعمل من المختبر لا يدخل هذه الأشياء يعني ما يقول مثلا نتيجة هذه الدواء السام ولذلك هو لا بد أن وراءه شيء ما ورائي مثلا أو خرافيه والفلسفة الطبيعية أيضا لها فرضيات عن العالم وذلك لأن الدعامة الأساسية للعلم ترتكز أساسا على بعض الافتراضات من الواقع الموضوعي الذي هو أمامنا فإن لم نكن نحيا في كون واقعي موضوعي الفلسفة الطبيعية تقول لن يكون مقدورنا أن نتحرى عن كيفية عمل الكم الفلسفة الطبيعية أيضا تفترض أن الأمور بالعالم أو الظواهر وغيرها ممكن أن تكون قابلة للتنبؤ المستقبلي بأمور أخرى كما يفعل مثلا علم الأرصاد الجوية الميتيورولوجي مثلا وبالنتيجة فهي قابلة للمعرفة لكونها تتقيد بقوانين ثابتة فإن تغيرت قوانين الطبيعة فجأة مثلا فعندها سيكون المستحيل أن نستقرأ من المشاهدات التي لم تتقيد بالقوانين العامة لكيفية عمل الكون وهذا يسمى المنطق الاستقرائي والذي يعتمد عليه العلم بصورة كبيرة أبيكم هنا النقطة التي كنت أحاول لما تكلمت عن مناظرة أحمد سامي والشخص هذا المسلم أكرم لما كانوا يتكلمون عن ما هو المنطق الاستقرائي ما هو المنطق الاستنباطي العلم يعتمد على المنطق الاستقرائي فلستو بصورة كبيرة يعني بأكثر أعماله يعتمد على ذلك ولذلك فالتجارب أو المشاهدات والتجارب دائما فيها تنبؤات مستقبلية ومرة أخرى فالعلم لا يقول أن هذه الأشياء المورائية غير حقيقية أو العالم الذي يعمل في النشاطات العلمية لا يقول أن المورائيات غير حقيقية وأن جل الأمور بالعالم مثلا قابل للتنبؤ وأنه قابل للمعرفة التامة لكن العمل به يتطلب الافتراض الأساسي أن هذه هي الحقيقة أي يفترض أن الكون مادي وأن العالم قابل للتنبؤ وقابل للمعرفة والوسائل الخاصة للقيام بالنشاطات العلمية مختلفة وكثيرة فلا يوجد وسيلة علمية واحدة بل مجموعة من الوسائل كما يقول المؤلف لكنه يعتقد بأن جوهر كل الوسائل العلمية هو اختبار الفرضية وصياغة طريقة تجعل الفكرة نظريا وعمليا قابلة لنوع من الاختبارات الموضوعية والعملية على أن تشمل هذه الاختبارات أيضا تشمل اختبارات تثبت خطأ أو صحة الفكرة المدروسة بالأساس يعني تخطأها تستطيع أن تخطأها بنفس الاختبارات والاختبارات لا تقتصر على التجارب المختبرية أي لكي تختبر الشيء لا يعني ذلك أنه عليك أن تروح المختبر وتلبس البدلة البيضة مع أنابي بالاختبار وغيرها بل يمكن أن يكون الاختبار بأي وسيلة أخرى تمكننا من جمع المعلومات الموضوعية عن الفكرة ومقارنتها لمعرفة صحة أو خطأ فرضياتنا ومسلماتنا ونظرتنا للعالم حولنا فإن كانت الوسائل تشمل استنتاجاتنا التي بنيناها على الأدلة المباشرة أمامنا والأدلة تم جمعها بصورة نظامية بحيث تكون مع أو ضد الافتراضية أو الفكرة التي يراد اختبارها فعندها تصبح الفكرة قابلة للاختبار وعليه فهذه ستعتبر وسيلة علمية سليمة العلوم التاريخية غالباً ما تأتي بهذا المضمون غير المختبري فنحن لا نستطيع إعادة تجربة الانفجار الكبير في المختبر مثلاً أي لا يمكننا أن نتعرض لنفس التجربة بالطريقة المباشرة كي نختبر صحة النظرية من خطأها لكننا نستطيع أن نسأل الأسئلة الوجودية الخاصة بطبيعة الانفجار الكبير ومن ثم نفسر المشاهدات التي تختبر هذه النظريات وتختبر تنبؤاتها فعلى سبيل المثال نستطيع أن نشاهد الإشعاعات الكونية الخلطية والتي هي التلوث الإشعاعي المتخلف بعد الانفجار الكبير يعني لو تلفزيونك مثلاً محلي وتقوم بتحريك رمانة القنوات بين القنوات التي لها تردد معين يعني ما يكون لها تردد معين بين هذه القنوات أو حتى بعد ما يعني ينتهي البث بالتلفزيون تشوف على الشاشة نقاط بيضاء تظهر وتختفي على خلفية صودة أو رمادية ما تراه في الواقع هو ما تم التقاطه من هذا التلوث الإشعاعي الذي حصل بعد الانفجار الكبير وانتشر بالإجباء أجواء الكونية يعني مثل الدخان بعد الحريق الدخان يدل على الحريق والتلوث الإشعاعي الكوني الخلفي يدل أنه كان هناك انفجار طبعاً انفجار بمعنى مول مش انفجار الشغلة يعني لها معنى آخر بس انفجار من نقطة صغيرة جداً تشكل الكون بعد أن بجرت هذه الدقطة وكذا الحال عند التعامل مثلاً مع نظرية التطور فنحن لا يمكننا السفر عبر الزمن إلى الوراء لكي نشاهد بأعيننا التطور الحديث للكائنات اللي خدها يعني ملايين السنين ولا يمكننا خلق نوع من نوع آخر في المختبر مثلاً لكننا ممكن أن نستنتج الكثير من الحفريات التي نجدها بالعالم ومن نمط الجينات التي نجدها في الكائنات الحية وكذلك من مشاهداتنا لفترة التطور من الخلية الأحادية إلى الكائن الحي بل نحن أيضاً بإمكاننا أن نرى أجزاء من عملية التطور في المختبرات أي أن المنهجية التي نستخدمها لدحف أو إثبات نظرية التطور هي عبارة عن مجموعة مشاهدات من الواقع بالإضافة إلى اختبارات مخبرية نقوم بجمع البيانات من خلالها العلم أيضاً يجب أن يفهم على أنه سعي أو مجهود بشري أي أنه ليس بالشيء الذي يحدث بصورة مجردة بالكون أو بالشيء الذي ممكن أن يفهم بالفلسفة فقط بل هو عمل بشري محت وعلى هذا الأساس فهو بعيد كل البعد عن المثالية ليس ذلك وحسب بل هو فوضوي وبه العديد من الخطوات الخاطئة والملوثة بالأخطاء والإنحيازات البشرية غير المقصودة لكن مع ذلك هذا لا يعني بأن العلم غير فعال وهو مع كل عيوبه ألا أنه يملك أيضاً كل مقومات الإصلاح الذاتي وقد تكون قوته الفعلية تكمن في قابليته لتصحيح مساره وإن كان ذلك بصورة بطيئة يعني أن يتم اختبار الفرضيات وإعادة اختبارها مع فريق ما وفريق آخر ومن ثم الجيل الجديد مع كل مسترجد على الساحة وهكذا لكن هذا مهم لأن فقط تلك الأفكار والنظريات التي تتحمل اختبارات الأجيال والسنين تصبح هي الباقية ويموت ما دون ذلك مع الزمن ليست فقط الوسائل العلمية مختلفة بل أيضاً لا يوجد طريقة واحدة أو طريق واحد بعينه في القيام بالنشاطات العلمية يعني مثلاً كتب المقررات الدراسية تعطيك طريقة واحدة للقيام بالكشف علمياً على أمر ما وهذه الطريقة تبدأ بالمشاهدة والتي تقون بدورها للفرضية يعني اللي تكون تخمين لما شاهدته أصلاً ثم يتم اختبار هذه الفرضية بالقيام عملياً بالتجربة وبعد التجربة يتم تنقيح الفرضية ويعاد عمل التجربة وهكذا لكن هذه الطريقة ليست الطريقة العلمية الوحيدة التي يسلكها البشر في النشاطات العلمية بل هناك العديد من الطرق التي لا تتبع تلك المنهجية بالضرورة فعلى سبيل المثال الفرضية ممكن أن تسبق أي مشاهدات يعني أنه ممكن أن تفترض الشيء قبل حتى أن تشاهد أي أمر خاص به لكن ذلك لا يهم طالما أنه بالنهاية يتم اختبار كل الفرضيات بطرق موضوعية فهذا لا يهم لكن الأمر قد لا يقف عند هذا الحد فعلى سبيل المثال نحن ممكن أن تكون لنا مشاهدات في ضوء نظريات قائمة وقد تكون هذه النظريات أساساً منحازة لطريقة قيامنا بتلك المشاهدات وهذه كانت صارت في عندي أنا بعدين بعد هذه رح أذكر الجيوسنترك والهليوسنترك اللي حسب مشاهداتنا كنا نبني نظريات على حسب مشاهداتنا ومشاهداتنا أصلاً كانت منحازة أو كانت خاطئة أو قد نجد الخاطرة في مصادر كثيرة تكون ملوثة وملئة بالفوضى أو معتمدة على الثقافة المحلية مثلاً وأمور محسومة سلفاً من مثل الإعجاز العلمي بالقرآن مثلاً فلا يوجد طريقة واحدة نقية للقيام بعمل علمي وهذا ما قاد فلاسفة من مثل تومس كيون التفكير بطبيعة التقدم العلمي مع الزمن يعني إشلون قاعد يتقدم العلم مع الزمن لأنها بالفعل فوضوية وهي وغير مختزلة للطريقة النقية التي نراها في كتب المقررات الدراسية تومس كيون أتى بفكرة الصورة الكبيرة أو البرادايم البرادايم هي النظرة يعني النظرة الخاصة أو الصورة الكبيرة التي نرى الشيء فيها وهذا البرادايم هو عبارة عن الفكرة الجامعة التي تشمل كل الأفكار الصريرة البرادايم يعني مثلها مثل النظرية لكنها أكبر منها بكثير يعني هالنظريات الصغيرة كلها إذا كانت تتماشى مع بعضها فهي تعطينا هذا البرادايم الكبير أو النظرة العلمية الصورة العلمية الكبيرة وهي الطريقة التي يتم بها تفسير كثير من الأمور في العلوم وحسب الكيوم التقدم العلمي عبر التاريخ يعني انقسم إلى مراحل من العلم العادي حيث يقول كان التقدم بطيء وتم تنقيح الأفكار بالنظر إليها من خلال هذا البرادايم وبعد فترات الأزمات العلمية يعني كل ما تصادفهم مشكلة يقومون بتغيير النظرة وتغيير النظرة الكلية عندما صارت المساء لا يمكن حلها إلا عن طريق الالتفاق على البرادايم الأصلي الموجود سلفا التي تم سلفا وتم عمل التصريحات علشان نوازنها بالصورة الكلية هذا كان من شأنه أن يقلب الصورة الكبيرة أو يعمل برادايم شفت بحيث صار التفسير الخاص بنموذج علمي علميا ما مستبدل بالكامل بنموذج أو برادايم آخر هذه كانت فكرة كيوم ولقد قام فلاسفة ما بعد الحداثة بالتشبت بأفكار كيوم أي أنهم اعتمدوا على فكرة أن العلم يعتمد على الثقافة السائدة شنو هو الثقافة السائدة من خلالها تطلع هذه العلوم وليس نشاط تقدمي ومع أن هناك بعض الحقيقة في هذه الفكرة فالعلم بالفعل يعتمد على الثقافة المحلية وليس دائما تقدمي بطبيعته لكن فلاسفة ما بعد الحداثة أخذوا هذه الأفكار للدرجات القصوى بحيث أنهم أنكروا أي تقدم علمي بل أصروا بأن الأمر ما هو إلا استبدال نموذج بنموذج آخر أي اعتبروا أن تغيير البرادايم ليس أمر تقدمي بالأساس وأن النموذج أو البرادايم لا يمكن أن يكون له أي تقدير تقدمي إلا من خلال إطاره الخاص والمدهش بالموضوع أن كيون نفسه رفض هذه الفكرة فلقد ذكر أن هناك الكثير من الأدلة التي تثبت بأن التقدم العلمي بالفعل حاصل وأن بعض الأفكار العلمية أفضل من الأفكار الأخرى وأن التاريخ الطويل للعلم منتسم بالتقدم الدائم حتى لو كان هذا التقدم حديث ومسحوق إلى الأمام في إنتاج نموذج أفضل وآخر أفضل وهكذا لكيفية عمل العالم ومؤخراً تم نقض نموذج كيون بأنه يرتكب بها مغالطة الثنائية وذلك لأنه في الحياة الواقعية لا توجد فترات من العلم العادي وثم الإنقلاب الفجائي من صورة إلى صورة أخرى أي ليس إما هذا أو ذاك هذه هي المغالطة إما هذا أو ذاك بل العملية تكون بصورة تقدمية وتدريجية ومستمرة في العلوم نفسها خطوات حديثة وخطوات أكبر ومن ثم أكبر وأكبر من شأنها أن تتراكم فتقلب نظرتنا العلمية بصورة كبيرة كلما أصبحت المعلومات متوفرة بصورة أكبر يعني معناتها العملية مستمرة وتغيير الصورة الذهنية هو مجرد تحصيل حاصل ففلسفة العلم اليوم أو فلسفة الطبيعة اليوم ابتعدوا عن منطق فلسفة ما بعد الحداثة أو على الأقل عن المنطق الإقصائي لفلسفة ما بعد الحداثة والذي يقول أن العلم غير تقدمي وأن نظرة علماء الطبيعة للعالم نظرة لها احترامها من قبل المجتمع لأنهم أصحاب تخصص بينما لا يجب أن يكون الاحترام إلا للحقائق لأن هما كانوا يقولون فلسفة ما بعد الحداثة كانوا يقولون أن مجرد لأنهم علماء وعندهم اختصاص فهذا يأخذ كلامهم على أساس أنهم مسلمات بينما لا يوجد مسلمات بالعلم بل الاحترام يجب أن يكون للحقائق فقط وأن العلم هو فقط شكل من أشكال الفلسفة أو الثقافة المحلية أما الآن ففلسفة ما بعد الحداثة أو العلم يعلمون بأن هذه النظرة كانت أقصائية وليست دقيقة بالتوصيف في الواقع أكثر الانتقادات لفلسفة ما بعد الحداثة كان بأنهم بالواقع خلطوا ما بين القيام بالاستكشافات العلمية والتي تكون فوضوية بطبيعتها وتعتمد على الثقافات المحلية مع الاستنتاجات العلمية لاحقة أو مع اختبارات العلمية عليها لاحقا فبغض النظر عن كيفية خلق الأفكار فهذه الأفكار سيتم إخضاعها لنظام حازم يعتمد على المشاهدة والتجربة والمراجعة النقلية وأن هذا الاستنتاج اللاحق هو ما يعطي للعلم الطبيعة التقدمية وإلا ممكن الكل يقول أنا أطبق العلم لكن الاستنتاج اللاحق هو الذي يعطيه هذه الصفة وكانت هناك أيضا بعض الاعتراضات الفلسفية بخصوص ادعاء العلم بإمكانه تفسير كيف هو شكل العالم بالواقع وكان هذا الاعتراض من بعه أن العلم لا يستطيع أن يثبت نفسه أي هو علم يعتمد على أدوات قياس وأدوات القياس لا تكون بالضرورة جيدة وهكذا وفلسفيا هذه حقيقة لكن هذا الأمر ليس له علاقة بالموضوع والسبب هو أن المنطق العلمي لا يدعي أن العلم يملك تأكيدات موضوعية أو ما ورائية فالعلم يعمل من خلال الإطار الفلسفي للعلم المبني أصلا على الفرضيات وهذا كل ما يدعي العلم أنه يفعله وهذا لا يمنع كون أنه تاريخيا كانت هناك التجارب طبعا ما ورائية بالعلوم إنجاز التعبير لكن العلم يفترض بأن العالم قابل للمعرفة وأنه قابل للتنبؤ وأنه يوجد واقع موضوعي وملموس وأن العلم به وسائل نستطيع من خلالها أن نطور أفكارنا ونماذجنا عن كيفية عمل العالم فإن كانت كل تلك الفرضيات الصحيحة عندها سينتج عن السعي في النشاط العلمي بعض النتائج الموضوعية الإيجابية على مرور الزمن وأن نظرنا للتاريخ العلمي سنرى أن ذلك حصل بالفعل فنحن نستطيع أن نبعث المجسات إلى الكواكب البعيدة فنحصل على صور جميلة من كوكب المشتري أو الزحل وهذه تأكيدات لا بأس بها على فعالية هذه الافتراضات لجل المشاريع العلمية النظرية النسبية هي مثال جيد على تقدم العلم في الواقع فالفيزياء الكلاسيكية بنهايات القرن التاسع عشر واجهت معضلة كبيرة ففيزياء تلك الفترة والتي نسميها اليوم بالفيزياء الكلاسيكية لم يكن بمقدورها أن تفسر بعض الظواهر التي تمت مشاهدتها لم تستطيع أن تفسر مدار عطارد مثلاً حيث كانت الحركة بها بعض الاضطرابات فعطارد لم يكن يتقيد بالحركة في المدار الذي تنبأ به النموذج الكلاسيكي للفيزياء أو رياضيات الفيزياء وكان هناك أيضاً ما تم تسميته بكارثة الإشعاعات فوق البنفسجية بمعنى أن نموذجنا عن كيفية عمل الذرات لم يكن يعمل بصورة جيدة مع التنبؤات أي أنه لو كان النموذج القديم البسيط للإلكترونيات التي تتحرك حول النواة بما يشبه تحرك الكواكب حول الشمس كان صحيحاً فذلك سينتج عنه التنبؤ بأن الذرات سيكون مصيرها الأدهيار ولن يكون من قدورها أن تتواجد بالصورة التي نشاهدها عليها وأيضاً كان هناك لغز غياب الأثير فالأثير كان هو الوسط يعني حتى اللي بجيلي يتذكرون لما كان المذيع كان يطلع على الشاشة ويقول نقابلكم عبر الأثير أو سيكون معنا عبر الأثير فالأثير كان هو الوسط الافتراضي الذي تتحرك من خلاله الموجات الضوئية أو حتى الراديوية ففي ذلك الوقت قالت لنا علوم الرياضيات بمعادلة ماكسول بأن الضوء يسافر بسرعة ثابتة هي سي سموها سي لكنها لم تقل لنا هي ثابتة نسبة إلى ماذا وهنا جاءت فكرة الأثير أو المحيط الذي ينتشر من خلاله الضوء فصرنا نقول السرعة ثابتة نسبة للأثير لكن كل الأبحاث اللاحقة بيّنت بأنه لا وجود لشيء اسمه الأثير فالأرض ليست ثابتة ولا تتحرك نسبة إلى الأثير والاستنتاج الوحيد الذي خرجنا به هو أنه لم يكن للأثير وجود فإذن نسبة إلى ماذا اعتبر الضوء ثابتا في معادلة ماكسول أول من قدم مصطلح النسبية لم يكن أينشتاين بل كان العالم أونري بونكري فبينما كان بونكري يعمل من خلال ما يسميه بتحويل لورنس والتي كانت طريقة رياضية لتفسير المشاهدات بذاك الزمن قام بافتراض أن الزمن والمسافة هما أمران نسبيان وأن سرعة الضوء هي الثابتة لأنه أدرك بالأساس بأنه رياضيا نستطيع أن نرى المنطقية بالفيزياء لكنه أعتبر يعني علشان رياضيا يقدر يحل المعادلات فلازم يفترض أن السرعة ثابتة وأن الزمان والمكان هما نسبيان لكنه أعتبر أن ذلك هو مجرد ترطيع رياضي لأنه لم يكن ليتصور أن من خلال النظرة الكونية فالزمان والمكان هما بالفعل نسبيان وهذا كان السبب في إعاقة تقدمه أو وصوله للاستكشافات العظيمة التي تمت بعد ذلك من قبل ألبيرت أينشتاين وأبقرية أينشتاين تكمل في تصوره أن هذه هي الطريقة التي يعمل بها الكون بالفعل على الرغم من اعتراض الجميع أي أنه بالفعل تصور أن المكان والزمان أمران نسبيان وأن للضوء سرعة ثابتة نسبة إلى كل شيء فالضوء دائما تحرك بالسرعة C بغض النظر عن هيكل المرجع أو قواعد الأسناد أو نسبة لأي شيء تقيسه عليه وأينشتاين أتمم أعمله في نظرية النسبية في عام 1905 وربما كانت هذه الفترة هي الفترة التي حصل بها انقلاب أو الparadigm shift في تاريخ العلوم إن كان يصح أن نقول ذلك وتحولت النظرة الكلاسيكية للكون إلى النظرة النسبية لكن على الرغم من قوة النظريات وقوة تفسيرها للواقع لم يتم قبول نظريات أينشتاين للنسبية إلا بعد أن تم التأكيد عليها لاحقاً بالمشاهدات والاختبارات التجريبية ومرة أخرى نرى أنه على الرغم من كون الاستكشاف كان رائعاً لكن الاعتبار يكون للتأكيدات اللاحقة وهنا يكون العلم الحقيقي أي هذه هي الفترة التي أخيراً صارت بها نظريات أينشتاين مقبولة وشاع اسمه على كل لسان كعالم وعلي فالعلم حسب المؤلف هو السعي ومجهود بشري وهذا يعني أنه قابل للخطأ البشري الذي يعيق التقدم النموذجي للعلوم لكن العلم بأفضل أحواله يستعين بوسائل تقوم على خلق نموذج يفسر عمل الكون الفرضيات والنظريات هي مفيدة فقط عندما تستخدم لتفسير عمل الطبيعة ولخلق تنبؤات ممكن اختبارها على أرض الواقع لكن تقديم التفاسير ليس بالأمر الكافي فالقدر على تفسير ما نعرف مسبقاً هو شيء جيد وألزامي لأي نظرية علمية لكننا كما ذكرت بالمحاضرات الماضية كبشر جيدين جداً في خلق الأنماط وعمل التوصيلات وفبركة المبررات وحقيقة أننا نستطيع أن نحيك نظرية لكي نفسر المشاهدات هو نقطة البداية المقبولة في النشاط العلمي لكن ذلك ليس كامل وحتى تكون النظرية علمية صحيحة فالفكرة يجب أن تقوم بالتنبؤ بما لا نعرف مسبقاً وهذا قد يتضمن المشاهدات المستقبلية أو تأكيدات من نتائج تجربة معينة مثلاً هناك أيضاً مسألة التنافس الدائم بين النظريات العلمية فكيف إذن ممكن أن يتم الاختيار بينها أو نقول عندما تكثر النظريات أو التفاسير وتختلف فيما بينها عن فكرة معينة أو عما لدي من البيانات مثلاً فلابد من وجود طريقة للفصل بينها والاختار بينها تجريبياً فكيف يتم ذلك؟ يعني لو كانت أثنينهم تجريبياً كانت ناجحة فكيف يتم ذلك؟ أولاً النظرية أو الفكرة تكون مفيدة فقط في حال قدرتها على عمل تنبؤ مختلف عن ما هو موجود لدينا سلفاً من النظريات الأخرى لأنها عند أذن ستقوم بتخطيء ما هو موجود لكن لنقول أن التنبؤات من النظريتين كانت متطابقة بالكامل وهذا يعني أن النظريتين لا تختلفان عن بعضهما البعض فأي منهما هنا يكون لها الأفضلية غالباً ما يكون التحدي الحقيقي للقائمين بالنشاطات العلمية هو كيفية قياس الشيء أما الفكرة أو النظرية فنحن ليس لدينا قصور في خلقها بل العكس مثل ما يقولون والأفكار والتخيلات هي على أثى من يشيل فنحن جيدين جداً بعمل ذلك كما ذكرنا في الحلقات الماضية عندما تكلمنا عن آلية عمل الدماغ لكن المعضلة الحقيقية تأتي عندما نريد أن نخلق طريقة لاختبار الفكرة وهذا الأمر بالواقع هو أكثر ما يصب مجهود النشاط العلمي فيه هناك تعبير يستخدمه العلماء ليفسروا به الفكرة عندما يريدون أن ينتقدوها بشدة عندما في نظرية مثلاً عندك يريدون أن ينتقدوها أو فكرة حتى جاء بفكرة أو بشيء حتى ينتقدوها بشدة يقولون الفكرة حتى ليست خاطئة حتى مو خطأ مو خاطئة وهذا لا يعني أبداً أن الفكرة صحيحة بل العكس صحيح فقول أن الفكرة ليست حتى خاطئة يعني أن النظرية لا تقوم بعمل أي تنبؤات معينة وعليه فهي ليس لها فائدة علمية وذلك لأن الفكرة الخاطئة أو التي تكون قابلة للتخطيء تكون نافعة جداً للعلم فنحن نتعلم كثيراً عندما نخلق النظرية ونثبت بأنها خاطئة لكن الفكرة التي لا يمكن اختبارها هي فكرة ليست حتى خاطئة يعني لما في بعض طلعت في أعتقد كان عند الجسور في المرة الماضية إلا ما تكلمنا عن تفسير الحلم أو رؤية شيء ما مثل المسيح مثلاً فعندما قلنا أننا لا نستطيع مثلاً لأن هذه التجربة شخصية لا نستطيع تخطيئها أو تأكد من صحتها فهذه الفكرة أيضاً ليست خاطئة يعني حتى ما تقع لا ننظر إليها أصلاً علمياً والآن لنرجع لسؤالنا السابق ماذا لو كان لدينا أكثر من نظرية تفسر البيانات التي لدينا من ظواهر وغيرها وتوجد التجارب التي تثبتها فكيف نفصل أو كيف نستطيع التقصيل بينها في هذه الحالة هنا يأتي دور الفلسفة أي عندما عندها ممكن أن نطبق قانون فلسفي باسم شيفرة أوكام يمكن سمعت عنها أيضاً عند حسن البدري أو شيفرة أوكام تعني بكل بساطة مبدأ الاقتصاد أو law of parsimony وهذا القانون يقول بأن النظرية التي تحوي العدد الأقل من الفرضيات تكون هي الأفضل على الأغلب لأن احتمال أن تكون خاطئة هو الأقل أي أن النظرية التي بها تفاصيل كثيرة وتلاعب وتلاعب معتمد متعمد ومعتمد على افتراضات عديدة لكي يثبت النظرية يكون احتمال كونها خاطئ كبير لماذا؟ هذا لأنه كل ما واجهتنا معظلة مع التنبؤات سندخل فرضية جديدة على النظرية وبهذا تكثر الفرضيات الجديدة التي مضطر لخلقها كل مرة تصادفنا مشكلة في هذه النظرية وذلك اللي كي نثبت بأن نظرياتنا صحيحة لكن هذا لا يعني أبداً أن النظرية التي تحوي العدد الأقل من الفرضيات هي بالتأكيد صحيحة بل ما يعني هو أنه يجب على الأقل أن تحوز هذه النظرية التي لا تحوي الكثير من الفرضيات على اهتمامنا المبدعي قبل الشروع في البحث بالنظريات الأخرى التي قد تجبرنا على زيادة الفرضية وأن لم نفعل ذلك أي أن ضيعنا الوقت في البحث بالنظريات الأخرى حتى نقول مثلاً والله ليش ما تعطون هذا وقته؟ ليش خذيتوا هذه مثلاً؟ فأننا سنستمر في خلق نظريات تعتمد على مغالطة تسمى مغالطة ad hoc أو لهذا الغرض بالذات أي لكي نثبت أن نظريتنا صحيحة فنقوم بعمل افتراضات جديدة وأخرى جديدة وهكذا لكي نفسر أي ظاهرة والبشر مبدعين في خلق الفرضيات إلى الدرجات القصوى مثال على ذلك ونموذج مركزية الأرض الجيوسنترك اللي سأتكلم عنه لاحظاً لما نخلص هذا الفصل لكن إن كان بمقدورك أن تلغي عنصر مثلاً من النظرية أو تستغني عن فرضية ولم يؤثر ذلك على التنبؤ الذي تقوم به النظرية أو على مشاهداتك فهذا شيء جيد ومثله كمثل كشط الدهن عن النظريات العلمية يعني بالضبط ككشط الشحم عن اللحم ومثال على شفرة أوكام يقوم المؤلف بضربه فيما يسمى بالشبح في الماكنة ghost in the machine أو الثنائية dualism والثنائية هي الاعتقاد الفلسطي بأن ما نقوم بتسميته بالعقل أو الوعي البشري في الواقع لا يأتي كلياً أو جزئياً من الدماغ بل مصدره شيء آخر خارجي سواء كان هذا الشيء روحاني يعني مثل روح وجسد أو كانت ضمن أحد القوانين الطبيعية التي لا نفهمها بالوقت الحالي طاقة ما أو شيء ما أو لم يتوصل العلم مثل ما يقولون إلى الآن لحل لغزها وديكارت كان هو أبو هذه النظرية dualism لكن هذه الفلسفة تتعارض مع النظرة العلمية الحالية في علم الأحصاب والذي يقول بأن العقل أو الوعي سمه ما هو أحد وظائف الدماغ نفسه ولا يأتي من شيء خارجي الفلسفة التنائية بها نظريات كثيرة تقول أحد هذه النظريات بأن الدماغ مجرد مستقبل يعني مثل ما عندك جهاز مرسل وجهاز مستقبل فالجهاز المرسل هو مكان ما والجهاز المستقبل هو دماغك أي أن الدماغ لا يخلق الأفقار والاعتقادات ومزاجك اليوم مزاجك الفرح أو حزن أو هذا هذا كل شيء يأتي من الخارج وكل النشاطات الحيوية تأتي من الخارج بل هو بكل بساطة مجرد مستقبل بكل ذلك من مكان آخر لكنه فقط يعمل بما يستقبل ويترجمه للعالم المادي يعني مثل التليفون لما أنت عندك جهاز يرسل وجهاز آخر فقط وجرد مستقبل ولا يعمل شيء من نفسه لكن هذه النظرية بأغلب أشكالها لا تقوم بعمل التنبؤ الذي ممكن أن يميزها يعني ما تعطينا شيء آخر ممكن أن يميزها أو يعطيها ثقل أكبر عند مقارنتها بالتفسير المقدم في علم الأعصاب لطبيعة الإشارات التي تحدث بالدماغ نفسه أي أنه لو كانت التنبؤات كلها متطابقة لنقول أنك مثلا قمت بتعطيل جزء من الدماغ فذلك سيفقد الشخص القدرة على القيام بعمل ما لأن الجهاز صار في مشكلة فيقول الثنائيون بأن الجهاز الاستقبال الذي هو الدماغ قد تعطل وعليه فقد الشخص القدرة على هذا العمل وعلم الأعصاب يقول أن تعطيل هذا الجزء من الدماغ هو بالواقع إلغاء لعملية من عمليات الدماغ وهذا لا يحتاج لتفسير خيالي بأن المخ تشكل من قبل شيء خارج الدماغ أي أن النظرية الثنائية ببعض أشكالها لا تقوم بعمل التنبؤات التي تميزها عن كون العقل أحد وظائف الدماغ وهنا ممكن أن نحتكم إلى شفرة أوكان عندما نريد أن نفرق بين النظريتين بأن نختار النظرية التي بها العدد الأقل من الفرضيات لأنه على الأرجح هي الصحيحة والاستغناء عن كل النظريات التي بها فرضيات أكثر لأنها على الأرجح خاطئة العلم يجب أيضاً أن يرى كسعي بشري تمهيدي فكل الاستنتاجات العلمية يجب أن تكون خاضعة للأدلة والطرق الجديدة في تفسير البيانات وبعيدة كل البعد عن التأكيدات الميتافيزيقية أو الخرافية وهذا أيضاً يعني بأن العلماء عليهم أن يتعاملوا بأريحية مع فكرة عدم اليقين وكل البيانات التي نجمعها بطريقة أو أخرى تحمل معها بعض الأخطاء لكن هذا لا يعني أننا لا نعرف شيئاً أو أنه ليس بمقدورنا أن نعرف أي شيء بل نستطيع أن نستخدم الوسائل العلمية لبناء نماذج فعالة لكيفية عمل الأشياء حولنا بالكون وهذه النماذج تكون بقدر من الفعالية بحيث ممكن أن نعتبرها حقائق علمية حتى لو كان لدينا دائماً بعض التشكيط لجل المعرفة العلمية نحن نستطيع أيضاً أن ننظر للتقدم العلمي خلال القرن الماضي أو أكثر ونسأل أنفسنا عن آلية تقدم العلم بصورة نموذجية وهذا بالطبع يعتمد على الموقع التاريخي لكل نظرية علمية ففي الأزمنة الأقدم كان التقدم يشبه نموذج كيون بالانقلاب أو الـ paradigm shift انقلاب بالصورة الكبيرة حيث سبقت هذه الأفكار العلمية أفكار من كثرتها كانت تباع بالجملة لكن كلما زاد تطور المنهج العلمي كلما قلت تشابه هذا التقدم العلمي لنموذج كيون في الـ paradigm shift أو انقلاب الصورة الكبيرة وصار أكثر شبهاً بعمليات التصفية أو الصقل فعلى سبيل المثال حتى انقلاب الصورة الكبيرة للكون والذي بالتأكيد حصل مع أينشتاين أي أنه تم استبدال التيزياء الكلاسيكية بالنسبية حتى هذا الانقلاب لم يلغي قوانين نيوتن الكلاسيكية أو يثبت خطأها فعلوم نيوتن كانت هي الركيزة التي ساعدتنا مثلاً للوصول إلى سطح القمر دون الحاجة لمعادلات أينشتاين أي أن علوم الميكانيكة التي استخدمها نيوتن صارت السلالم الأولى التفسير الأكثر عمقاً بكيفية عمل الكون كما وصفه أينشتاين فنظرية أينشتاين أتت لتسقل نظريات نيوتن ولم تستبدلها بصورة كلية وهذا مثال أكثر وضوحاً على سقل الفكرة بمرور الزمن فالأغريق القدمة كانوا يعرفون أن الأرض كروية وهذه المعرفة أتت من بعض المشاهدات الأساسية لكن لما بدأ الرحالة المستكشفون برحلاتهم حول الأرض لكي يقيسوا الأرض بصورة أكبر دقة اكتشفنا بأن الأرض كروية مع بعض التفلطح أي أنها تتمطط حول خط الاستواء أكثر منها حول الأقطار وكان هذا النموذج تم تنقيحه لاحقاً مع القياسات التي تم التقاطها بالأقمار الصناعية والتي كان بمقدورها أن تكتشف بأن الأرض أيضاً ليست به تناظر فالجزء الجنوبي من الكرة الأرضية أكبر قليلاً من الجزء الشمالي وهذا بالطبع لا يعني بأن فكرة كروية الأرض بالأساس خاطئة بل هي صحيحة بمجملية والقياسات الحديثة عملت على زيادة دقتها وصقلها يعني نحن لن نكتشف غداً مثلاً كما توحي نظرية الـ paradigm shift أو بلاب الصورة الكبيرة على أن الأرض مرة واحدة مثلاً صارت مكعب لأن هذا ببساطة لن يحدث الكثير من العلوم أيضاً مؤسسة على قاعدة تتقبل بأن تكون التصفية بها دائماً احتمال وارد لكن الأساسيات المعرفية بها لا تتغير مثال آخر على هذا هو الـ DNA أو الجزء الذي يحمل الشفرات الوراثية فمع أننا نتعلم كل يوم الجديد عن تفاصيل جينية أكثر وأكثر ونتعلم كيف تترجم الـ DNA البيولوجيا التطورية على سبيل المثال فالحقيقة الأساسية بكون الـ DNA هو الشفرة الوراثية لن تتغير فهذا يعتبر معرفة علمية صلبة أو حقيقة علمية إن شاءت أن تسميها عفواً وهنا ينبه المؤلف عن مغالطة الانقسام الثنائي التي كثيراً ما ترتكب عندما يتم تقسيم العلوم إلى علوم ضعيفة وعلوم قوية فأحياناً يقول البعض مثلاً بأن بعض المجالات العلمية من مثل الفيزياء مثلاً هي علوم قوية ولذلك فهي لها مصداقية بينما بعض العلوم الأخرى من مثل العلم الاجتماع تعتبر علوم ضعيفة وعليفة مصداقيتها على المحك مؤكد أن هناك بعض الاختلافات بين المجالات العديدة للعلوم وبين قوتها وضعفها لكن الانقسام للعلوم الضعيفة والعلوم القوية أمر غير ضروري أساساً وله نتائج أكسية فأي مجال علمي ممكن أن يكون علمياً ذو قوة طالما تم إخضاعه لوسائل حازمة من الاختبارات المناسبة لطبيعتها فالعلوم الاجتماعية لديها تحديات إضافية وذلك لأن موضوع الدراسة بالأساس فوضوي بحيث لا يمكن السيطرة على كل المتغيرات فيه فعلماء الاجتماع عليهم أن يكونوا حذرين بصورة أكبر من الوقوع بالخطأ وعليهم أن ينظروا للمسألة من وجهات مختلفة ويقرروا ماذا يقيسوا وكيف يقيسوا وما هي النتائج التي سيختارون تبنيها وهكذا وهذه التحديات غير موجودة عند التعامل مع الكتلة والإلكترون على سبيل المثال لكن مع ذلك فالفيزيائيون أيضا لديهم تحدياتهم الخاصة عندما يتعاملون مع المواضيع التي يدرسونها لكنها ليست كذلك نفس التحديات التي واجهها علماء الاجتماع فالإلكترون مثلا لا يقرر بصولة مفاجئة أن يغير صفاته الأساسية كما يفعل البشر وعلى هذا الأساس هذا لا يعتبر تحدي بالنسبة للفزائيين وبمعنى آخر البشر هم نظام معقد مكون من عدد كبير من المتغيرات التي لا يمكن السيطرة عليها لكن ذلك لا يعني أنه لا يمكن دراستهم علميا بل ممكن طالما طبقت وسائل حازمة لاختبار الفرضيات عندما يكون الأمر خاص بمدى كون المجال العلمي أم لا فموضوع البحث ليس هو الشيء الضروري بل استخدام الوسائل العلمية الحازمة والنتائج بصورة موضوعية قدر الإمكان والمشاهدات النظامية هو كل ما نحتاج فإن فعلت ذلك فأنت تقوم بنشاط علمي قوي أما هل هذا العلم الذي تبذل به نشاط هو علم جيد أو علم رديء فهذا موضوع آخر في نهاية المحاضرة يقول ستيفن نوفيلا بأن هذه المحاضرة ركزت على العلم بأفضل ما ممكن أن يكون عليه أما المحاضرة القادمة فسوف تكون خاصة بالعلم بأسوأ حالاته أبل حكم إذا ممكن أبل حكم إذا ممكن ترجمة نانسي قنقر